موسيقى صباح الخير مجددا المبعوث الخاصة الرئيس الفرنسي جون إيف لودريان واصل إلى بيروت يوم الأربعة وصل الترقب لما قد ينجم عن مهمته وما قد يحمل معه من حلول ومبادارات لحل معضلة انتخاب الرئيس الباتريارك الراعي وصف جلسة الرابع عشر من حزيران بالمهزلة واعتبر أنه تم انتهاك الدستور خلالها بدم بارد وجلسة تشريعية اليوم محورة رواتب القطاع العام بحلقتنا اليوم من براس ريبيو قراءة لأبرز التطورات على السحة السياسية مع الصحافة ألان ساركيس لا يطلعنا أكثر على ما قاله المنشور بجريدة نداء الوطن بالإضافة لفقراتنا المعتادة بداية حلقتنا بفقرات اليوم في التاريخ بمثل هيدا نهار من عام 1944 هجمت القوات البحرية الأمريكية الأسطول الياباني بمعركة بحر الفلبين أو ما سمى باسم عملية ضربة الديك الرومي وحققوا فيها نصر حاسم خلال الحرب العالمية الثانية وكان له بالغ الأثر على موازين الحرب نبدأ مع جريدة النهار لنشوف شعن ونطل اليوم في انتظار لودريان عض الأسابع على أشده الاحتقان السياسي يتمدد اليوم إلى الجلسة التشريعية ويضع مصيرها على المحك الراعي وعودة يصاعدان الموقف الكنسي الرافض للسمرار تعطيل انتخاب الرئيس للجمهورية السعودية وإيران تؤكدان رغبتهما في ترسيخ المصالحة هدنة جديدة في السودان عشية مؤتمر لتنصيق المساعدات الإنسانية لبنان يحتضن أكبر عدد من اللاجئين بعد أوروبا نفوت للصفحات الداخلية هل تكفي ثلاثية السعودية إيران وفرنسا؟ دمشق تقرب بين حزب الله والتيار ولو تأخر عون الراعي كيف نستطيع أن نقبل مهزلة جلسة الأربعاء؟ حراك الخارج ليخرق الاستعصاء اللبناني والفراغ حزب الله متمسك بشروطه ومخاوف من سبع أيار مغاير ننتقل لأسرار الآلهة تبين أن متقاعدين في أسلاك مدنية لم يتقادوا قبل أيام كامل الرواتب كما أعلنت عنها وزارة المال وكانت الرواتب التي تقادوها ناقصة ومتفاوتة الأمر الذي سيدفعهم إلى مراجعة الوزارة يزعم ناشط سياسي شعي معروف في جبيل وكسروان ومن عائلة مقربة من الثنائي الشعي أن دور الرئيس بر والبيان الذي أعلنه يؤكد أنه المايسرو القادر على ضبط الوضع في البلد ينقل أن التواصل لم ينقطع بين مرجعيتين نيابية وسياسية قبل جلسة الأربعاء الانتخابية وبعدها واللقاء بينهما تحصيل حاصل ننتقل لجريدة اليواء لنشوف شو عن ونيتلا اليوم توجس المسيحي من مهمة لودريان قبل غداء السفارة مصير الرواتب يتقرر في الجلسة التشريعية اليوم والراعي يصف جلسة الرابع عشر من حزيران بالمهزلة هل انتقلت عدوى الخلافات إلى اللقاء الخماسي بلينكين بعد محادثات صريحة وبناء لا يمكننا حل المشاكل مع الصين بزيارة واحدة نتنياهو يتعهد الماضي قدما في خطة الإصطاح القضائي أنصار للمعارضة التونسية يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن سياسيين معتقلين ننتقل للبنك الدولي 350% التضخم في أسعار الغداء ننتقل للأصفحات الداخلية وتحديدا لفقرة همس يعتبر قدب حزبي أن الخطوة الأولى على طريق الحوار الجدي هي استعداد طرفي المعارضة والممانعة للتخلي عن مرشحيهما والخوض في نقاش حول مرشح ثالث رفع مخترب متمول مقيم في الخارج بعد جلسة الأربعاء تعرفة تعرفة الانتخابات الرئاسية إلى مليون دولار للناخب الواحد برز إسمان من عائلة شوفية عريقة على لائحة الترشيحات الرئاسية وذلك بعد انتشار التكهنات عن احتمال البحث في مرشح ثالث موفد الإليزي بمهمة قاطعة انتهى وقت التلاعب الخطر بري عرض وميقاتي المستجدات الراعي ما جرى في جلسة انتخاب الرئيس مهزلة تجدد لن نشارك أو تشارك في الجلسة التشريعية اليوم كتلة تجدد جنبلات التقى وفودا في المختارة لا يجوز حرف الانذار عن الأزمات الاقتصادية والرئاسية عودة للتخلي عن الأنانيات لإنقاذ لبنان ننتقل إلى الجريدة الفرنسية لوريان وجوريالي عنونت لليوم جعجع لم يحن عفوا الوقت بعد للتخلي عن أزعور وبلينكين في بكين الخطوة الأولى لنزع فتيل التوترات الأمريكية الصينية لهون منتوقف مع أول فاصل إعلاني ومنتابع موسيقى 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 منتابع مع جريدة نداء الوطن يلي عنونت لليوم الراعي الرابع عشر من حزيران انتهاك للدستور بدم بارد لودريان يصل الأربعاء بلا مشروع حوار أو سانكلو جديد تعينات المجلس العسكري لم تنضج بعد محادثات صريحة وبناء بين واشنطن وبيكين موسكو نواجه الغرب بأسره منتقل للصفحات الداخلية وتحديدا لفقرة خفايا يتردد أن باريس هي أقل دول حماسة لمرشح رئاسي غير مدني يرفض وزير في الحكومة الحالية أي رأي مخالف رأيه في وزارته أو أي انتقاد قد يتعرض له كما يحكى عن قيامه بتخصيص نجله بعقد استشاري مع أحدى الجهات المتعاقدة مع الوزارة جالت شخصية سياسية على عدد من مساعدين قيادات 8 أدار عارض عليهم إعادة رسم جبهة سياسية تشمل نوابا من كتلة الاعتدال ومنشقين عن تيار الوطني الحر كركة تفاعل حوارها لتبديد هواجس حزب الله تفاصيل عملية حور تعالى ومقتل زين العابدين المصري مننتقل لمقال الصحافة ألان ساركيس الاعتدال رغم اختلافاته جوكر بعيد عند قيارات حزب الله ولنعرف أكثر عن هذا المقال المنشور به جريدة نداء الوطن رح ينضم لألنا الصحافة ألان ساركيس صبح الخير استاذ ألان صواح النور إذا بدأ نحكي عن الموقف النهائي ما هو الموقف النهائي لكتلة الاعتدال وما هي خياراته الرئاسية اليوم نعم يعني معروف كتلة الاعتدال هي بتضمن نواب عكار وطرابس ونضم لألن نبيل بدر وعماد الخوت هي ثمان نواب صوتت هذه كل مرة بإسم وشعار لبنان الجديد بوقت كان نبيه بر رئيس رجلس النواب عم بيخبر حزب الله صلو 6-7 شهر إنه هيدا الكتلة لح تمشي معنا وماشي بخيار فرنجية وجرب الحزب كمان الكتلة وجرب الشيغوري كمان يتدخل مع بعض النواب لكن بقيت هاي الكتلة موحدة الأكيد هي خيارة ضد خيار حزب الله ضد المرشح حزب الله لأنه هيدا خيار استراتيجي مع أنه في بعض النواب بتكتل هن بميلوا لسليمية فرنجية لكن في خيار استراتيجي بالنسبة للجلسات المقبلة من هاي ديك الدورة كان لو عقد الدورة تانية كان هيدا التكتل لحيصوت ممكن لجهاد أزور حلق اليوم وصلنا لهيدا المرحلة بدنا نشوف أي متى الرئيس نبيه بري بد يحدد جلسة تانية للتصوير وعلى أساسه التكتل لحيروح إما لمرشح ثالث بعد ما كشف عن اسمه أو لحييرجع يدعم جهاد أزور بس الأكيد ما في دعم لمرشح حزب الله لحظ لها الساعة طيب عم نسمع كثير خطابات البطريارك كيف رعا بيأثر خطاب البطريارك كيف ممكن يأثر على الكتل المسيحية وخصوصا أنواب اللي عم بيعطلوا النصاب نعم يعني كتل المسيحي كبير يعني إن كان قوات أو طيار أو كتائب أو حركة استقلال أو كلها استقلال أو نواب استقلال تقريبا كلهم عفارد قلب وعفارد صوت وكلهم ضد التعطيل هي الفكرة أنه في ست سبع نواب مسيحيين طلعوا عن شارة كركة مع أنهم هن بنيين سياستن وترشحوا بالانتخابات الماضية أنه هن مع البطرياركية وهن تحت سقف البطرياركية وسبقنا مبارح عزة البطريارك النارية يعني أقوى عزة العطل الدستور بدم بارد البطريارك ما عم بيعمل شيء أو لمصالح الشخصية أو عندهم رشا عم بيقول للنواب انزلوا انتخبوا اللي بد كنية بس ما فعطلوا النصاب لكن هيدول النواب اللي عم بيعطلوا النصاب أكيد عندهم مصالح لا نحير الدعى على البطريارك لا نحير الدعى على الشعب ولا نحير يعملوا آخر هم من موقع رأس الجمهورية وهذه تقريبا بحضن حزب الله مع أنهم بحضن بكركي مع أنه بنرجع نقول هن بنوا حملته الانتخابية بهيديك السنة على أساس هنو دعمين بكركي وهن تحت سقف البطرق وهن نضي السلاح ومع منطق الدولة وهن يعني عشوال هن حمين لموارنة بالنتيجة موقفهم هاو دي وقرارهم بحارة حراك مش عندي بكركي يعني قد ما يمكن للأسف يحكي البطرق أو يعمل عيزات ما رح يتأثروا بالفعل طيب أستيز ألان هل هناك من حل حل رئاسية وما هي نتيجة الاتصالات الخارجية نعم الحل حل رئاسية بتصير بطريقتين الأولى إما انتخابات بالطريقة الديمقراطية ويربح من ما يربح أو كلمة تصير خارجية للأسف يعني فريق الثناء الشيعي وخلفاءه وعم بعطلوا النصاب بالنسبة للخارج بعد ما فيه شيء واضح شو ما معقول روح الاتجاه الخارجي مع أنه صار لقاء بين بن سلمان وماكرون نعم ويعني لقاء بالعموميات بالملف اللبناني أبداً يعني بن سلمان ما كتير مشغول باله على الملف اللبناني يعني أستاذ ألان إذا بي لبنان ومش شغلين بالهم يعني إذا اللبنانية هون داخلياً نعم شو نطي من الخارج يعني للأسف يعني إذا ما نحنا تحركنا أكيد الخارج ما بينه فينا دفعاً وعنده أزمات إن كان بأوروبا عند أزمة الحرب الأوكرانية أو أمريكا عندها مشاكلات داخلية أو أو السعودية يعني السعودية عندها مشاريع داخلية يعني عم بيحول محمد بن سلمان المملكة لعن جد شيء بيشبه أوروبا بينما نحنا كلمان عم نغرأ نزول وما في ما في يعني خطة إنقاذ رئاسية تنقول أول شيء ولا في خطة إنقاذ اقتصادية على أمر تنهي شيء خاط في الاستحقاء الرئاسي وعم بيفاوت فيه وعم بيجرب يفرض الشروط وعم بيقول للمسيحيين أنا اللي بقرر أنا اللي بجيب رئيسي جمهورية وأنا بكسركن وأنا بفرض عليكم سلايمان فرانجية وعندي كمان من كل الطواف خصوصاً المسيحية خمس ست سبع نواب قادر أحكم فيهم من بعد ما الطيار طلع من العباءة الشعية دائماً بكل طايفة معروفة بيكون في ناس يعني ما معرفش ودنقول عنهم بس عندهم مصالح وبيمشي ضد مصالح طايفتهم وبلدهم يعني الطايفة ما لنا مهمة قد البلد هو مهم نعم الصحافة ألان ساركيز شكراً لهذه المداخلة مشاهدينا رح نتابع معكم مع جديدة الأخبار لنشوفش عن وانتها اليوم رواتب عشرات ألاف العائلات رهن مزاج القوى السياسية في انتظار غدوء الرئاسة لودريان بلدية بيروت المال السائب يعلم الحرام من جريدة الأخبار ننتقل لجريدة الشرق التي عنوانتها اليوم اللقاء السعودي الإيراني تبخيط بحث إن عقاد الجلسة التشريعية اليوم أو لا رواتب للقطاع العام علاقات بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها تشكل الحكومة الكويتية الجديدة السعودية الثلاثاء 27 حزيران يوم الوقوف في عرفة شجرات بين عشائر لبنانية وعشائر سورية في ألمانيا بسبب المخدرات وضوحاً إيراني وغموض أمريكي بايدن أدعم المعارضة قبل موت خامنئي من جريدة الشرق سننتقل لجريدة الديار لنشوف عنوانتها اليوم لودريان في بيروت الأربعاء هل ينجح المبعوث الفرنسي المجرب في التقريب بين طرفين نزاع أجواء القمة الفرنسية السعودية ستظهر في محادثاته هل تطلب باريس أن يحصل الحوار اللبناني فيها رواتب موظفي القطاع العام رهن مشاركة التيار الوطني الحر على أساس تشريع الضرورة من عشر إلى أكثر من ثمانين بالمئة التهريب الجملكي يرتفع بشكل جنوني ثروات طائلة يتم تحقيقها من قبل النافذين والتركيز على الثروات سيد الموقف حكومة الاحتلال لا تقر قانوناً يسهل بناء المستوطنات في الضفة في الضفة الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل باللعب بالنار من جريدة أديار سننتقل لجريدة الشرق الأوسط حصيلة حرب السودان 3000 قتيل ولي العهد السعودية ترأس حفل الترشح أمريكا والصين ابقى القنوات مفتوحة موسكو الحرب باتت مع الغرب بأسره لبنان يتنفس بتحويلات المختربين الوزاري العربي الوزاري العربي الأوروبي يتأجل بسبب سوريا لو هون رح نتوقف مع تاني فاصل أعلاني ومنتابع موسيقى ترجمة نانسي قنقر إلى الصحف العالمية موسيقى جريدة لومود الفرنسية عنوانت اليوم واثنين وليت موضوع سياحة بفرنسا وعنوانت السياحة المفرطة تحداً لفرنسا لوفيغارو اثنين وليت أبرز تطورات على السياحة الفرنسية وعنوانت ايمانويل ماكرون يريد أن يخطو خطوة باتجاه اليمين دون توجيه أغلبيته ننتقل ل The Guardian تنويت موضوع غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان وعنوانت تسع متهمين أمام محكمة يونانية بحدث غرق القارب باكستان تقيم يوم حداد ننتقل ل The Washington Post عنوانت اليوم معارض قانون الحد من التضخم يتسابقون لإلغاء برامج المناخ وتسعير الأدوية أما New York Times فعنوانت فشل العلماء يحطم المعتقدات القديمة حول الاقتصاد إلى فقرة أجندة على الساعة 11 رح يكون في عنا جلسة تشريعية عامة بدعوة من رئيس مجلس النواب لدرس اقتراح قانون أو قانونين بيتعلقوا برواتب موظفي القطاع العام وأسدت الجامعة اللبنانية لهم بتكون خلصة حلقتنا بلاقيكن بعد دقيق بنشرة الساعة 8 افقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر